اشتركوا في القناة وفتحت أبواب الجنان انتصف هذا الشهر الكريم وبانتصافه لابد لنا من وقفات مع النفس عنوان حلقتنا لهذا اليوم وانتصف رمضان يسعدنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بصاحب الفضيل الشيخ المهدي الزياني فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم اياك الله شيخنا الكريم لو بدأنا لقاءنا هذا بكلمة عن انقضاء النصف الأول من شهر رمضان المبارك الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى أصحابه الغر الميمين ومن سلك طريقه وانتهج نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد وانتصف رمضان فوأسفا على من ضيع تلك الأيام فإن رمضان فرصة وكنز ثمين ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحرصوا عليه يحرصوا على نهاره بالصيام وعلى ليله بالقيام يحرصوا على نهاره بتلاوة القرآن وعلى ليله بمناجاة ربنا الكريم المتعال سبحانه وتعالى وانتصف رمضان فمنهم من ملئت صحيفته حسنات كثيرة ومنهم والعياذ بالله ربما من ملئت صحيفته سيئات كثيرة وانتصف رمضان استفاد منه الصالحون وأيقنوا أن هذه الأيام التي مضت وانقضت ربما لا تعود إليهم ولا ترجع إليهم ولهذا استثمروا هذه الأيام استثمارا صحيحا كالتاجر الحذق الذي يعرف كيف يستثمر أمواله فالصالحون أيضا يعرفون كيف يستثمرون هذه الأوقات وانتصف رمضان فغالفنا عن هذه الأيام الغافلون وضيعها المسلفون وذهبت هذه الأيام وربما تكونوا عليهم حسرة وندامة وانتصف رمضان ما بقي إلا أياما قلائل ونودع هذا الشهر الكريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على هذا الشهر فإذا دخل رمضان كان يملأ هذا الشهر بالطاعات والقربات ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم أجود بالريح المرسلة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذا الشهر الكريم كان يحرص ويحث أصحابه على أن يستغلوا هذه الأيام وهذه الأوقات وكذلك ما ثبت عن صحابة رسول الله وكذلك ما ثبت عن السلف الصالح رضي الله عنهم وكيف كانوا يحرصون على شهر رمضان فقد كان الإمام مالك بن أنس إذا دخل رمضان أغلق كتبه أي كتب الحديث واشتغل بالقرآن كان بعض السلف الصالح يختم القرآن كل يوم مرة أن يختموا في شهر رمضان المصحف ثلاثين مرة ومنهم من كان يختمه ستون مرة لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذه الحسنات في هذا الشهر الكريم لها مقام رفيع ولها مكانة عالية كما أن للسيئات والعياذ بالله في هذا الشهر الكريم لها منزلة خسيسة ولها واقع مظلم في حياة من ضيع فعلى أقول على من ضيع هذه الأيام الماضية السالفة عليه أن ينتبه الآن وأن يدرك الآن أنه ربما لن يدرك رمضان هذا الشهر الكريم حتى نعلم فضله وثمرته جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح من حديث طلحة بن عبيد الله أنه قال قدم رجلان من بلا وبلا هذه قرية فقدم منها رجلان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم جميعا أي في وقت واحد وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه فجاهد ذلك المجتهد أي خرج غازيا في سبيل الله مجاهدا في سبيل الله فقتل وبقي بعده صاحبه سنة كاملة عاش بعد صاحبه سنة كاملة ثم توفي قال طلحة فنمت فرأيت فيما يرى النائم أنني واقف على باب الجنة قال فخرج خارج من الجنة فأذن للآخر منهما بالدخول أي أذن للثاني الذي توفي الثاني وليس الأول أذن له أن يدخل الجنة قال ثم دخل ثم خرج فأذن للأول فدخل قال ثم خرج فقال لي ارجع فإنه لم يؤذن لك بعد قال فاستيقضت من نومي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن هذه الرؤية التي يراها لأنها رؤية غريبة عجيبة الرجل المجتهد في العبادة والذي قتل في سبيل الله يدخل الجنة يدخل الجنة بعد صاحبه الذي ربما أقل منه في اجتهاد العبادة وتوفي على فراش فجاء في أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال صلى الله عليه وسلم ألم يمكث بعده سنة قال بلى يا رسول الله قال ألم يصلي كذا وكذا من الصلاوات قال بلى يا رسول الله قال ألم يصم رمضان قال بلى يا رسول الله قال فبهذه رأيت فضل هذا الشهر الكريم الذي الآن كثير من الناس يفرطون فيه أصبح الصيام عندهم كالعادة بل ربما بعضهم إذا دخل رمضان تجدهم متضايق متضايق جدا يحسب لهذا الشهر ألف حساب ليس حساب الطاعات لا لا يحسب له حساب الطاعات لا بل يقول دخل رمضان خاصة بعض شبابين أصلحهم الله تراه إذا دخل رمضان يتضايق جدا وتراه مثلا يجعل له جدولا في رمضان ليس جدولا للطاع لا كيف يضيع أوقاته الله كيف يقتل هذا الوقت والنب سلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يا سبحان الله أنت أيها الصائم أيها الشاب أيها الشاب أنتم في أتم الصحة والعافية وهذه نعمة تغبطون عليها كم من إنسان مريم يتمنى أن يصوم هذا الشهر كم من إنسان على فراش المرض يتمنى يبكي دموعا يتمنى أن يصوم يتمنى أن تكون هذه الرائحة ورائحة الصائم وهي أطيب عند الله من ريح المسك أنت تضيعها وأنت السبب هذه النعمة ستحرمها وكذلك الفراغ الذي الآن يقتل يذبح بسكين حاد والعياذ بالله وكم من الأوقات التي أهدرت ولهذا الوقت ستحاسب عنه يوم القيامة نفس السلام يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع والله لتسألن عن هذه الأربع يوم القيامة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع من هذه الأربع ووقته ماذا عمل فيه وقتك هذا ماذا عملت فيه فهذا الوقت يا أخوان ثمرا نعمة لهذا الله عز وجل أقسم بالوقت يعني حتى نعلم أن هذا الوقت له قيمة للأسف أن بعض المسلمين اليوم أصبح الوقت عندهم لا شيء يساوي أسفارا من اليسار الوقت هذا عظيم حتى عند الله عز وجل الله عز وجل ألم يقسم بالشمس وضحاء ألم يقسم بالضحاء ألم يقسم بالليل كل هذه أوقات أزمنة لماذا حتى يبين ربنا جل وعلا أن هذه الأوقات وعاء وعاء لماذا وعاء للطاع وعاء للقرب وعاء للتنافس للتسابق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذا ميدان التنافس طيب شيخنا الآن بعد مرور هذا الخمسة عشر يوم على رمضان كيف المرأة يجدد نشاطه ويجدد النية ويجدد التوبة لتنشيطي ولتعويض ما فاته في الأسبوعين القادمين أقول لك يا أخي الكريم أن بعض الناس يخسرون رمضان خسارة والله إن خسارة رمضان لا أشد على نفس الإنسان من خسارة الأموال على من على نفس من على نفس الطائق على نفس من علق قلبه بالجنة على نفس من على نفس من علق قلبه بمرضات الله على نفس من على نفس من يعرف أنه سيقف أمام الله عز وجل وأنه سيقرأ كتابه حسنات وصيئات هذا يتحسر أنه يخرج رمضان ولم يفعل فيه تلك الطاعات النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمر بالله عليك يا عبد الله وهذا السؤال يسأل لكل أحد أيعجز أحدنا على نصف تمر أن يتصدق بها وأن يخرجها لله عز وجل فيتقي بها من النار إن كانت يا عبد الله نصف تمر تقي وجهك من النار فما ظنك بكلمة فما ظنك بتسبيحة فما ظنك بتحميدة فما ظنك بقراءة كتاب الله ما ظنك بأن تقف في قيام الليل تصلي خلف الإمام وأنت تصبح وتتأمل وتتدبر كلام الله عز وجل وهو يتلى عليك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام الليل مع إمامه حتى ينتهي فكأنما قام الليل كله قيام الليل لمن؟ لمن قيام الليل؟ الصالحين للأتقياء لأن الليل هذا هو أطيب الأوقات لمناجاة الله عز وجل لماذا؟ الله جل وعلا كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل ينزل في الثلث الآخر من الليل يا الله من الذي ينزل؟ ربنا جل وعلا ينزل في الثلث الآخر من الليل فيقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ أعجزت يا عبد الله في شهر رمضان تقف ولو لحظات بسيطة تناشي الله عز وجل نقص الرمضان الغفل عن النية يغفل الإنسان على نيته لماذا؟ يعني يدخل ليس بنية العبادة والطاعة والقرب إنما هي عادة اعتادها كما قال أولئك إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون يجد أمه وأبوه يصومون يصوم وربما يستحي يقول أصوم ربما إذا لا يصوم ربما ينكر عليه الناس فلان لا يصوم ليس خوفا من الله أصبح الصيام عنده عادة وهذا خطأ لا الصيام عبادة لابد أن تحقق هذه العبادة التحقيق الصحيح أنه بسلم ماذا قال؟ قال إلا الصوم كما قال الله عز وجل قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الصوم لله فيجزي به الله عز وجل لكن متى؟ إن حسنت النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نواء نخسر رمضان بماذا؟ بالسحر بعض الناس يسهر الليل ثم إذا أذن المؤذن الفجر دخل فنام ثم يستيقظ الظهر وربما يستيقظ يعني ينام بعد الفجر فيأتيه الدوام فيذهب إلى الدوام ثم يرجع الظهر ثم ينام لأنه تعب من الدوام ثم إذا جاء العصر ركب في سيارته وجال الأسواق يشتري الفواكه والعصير وما إلى ذلك ثم يأتي المغرب فيفطر ثم بعد ذلك يأتي العشاء فيفك في سيارته ويخرج إلى أصحابه ورفقائه ضاع رمضان بهذه الطريقة أبداً هذا شيء غريب جداً يا عبد الله هذا الشهر هو شهر الفضائل والمكرمات شهر رمضان أنزل فيه القرآن شهر رمضان فيه ليلة هي خير من ألف شهر شهر رمضان هو شهر الفتوحات فلماذا يا عبد الله تضيعه أما يكفي تلك الأيام التي ضيعتها يا سبحان الله كم مضى من عمره بالله كم مضى من أعمالنا سنوات ضاعت هباء منثورة لم نستغلها لم نستغلها في طاعة الله فلماذا نضيع مثل هذه الفرص هذه فرصة يا أخي التاجر الحذق الزكي التاجر الحذق الزكي ينتهز الفرص كي ينمي تجارته وأنت أيضاً نمي تجارته وجال في خاطر الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى نبين أن الحياة فرص إذا أنفقت درهماً لله عز وجل أخرجت درهماً درهماً ديناراً بعض الناس الآن إما أن يخرج صدقة عشر دينار أو مئة دينار أو لا يخرج شيء هذا خطأ يا أخي فلتخرج فلتخرج من المال ما استطعت حتى ولو ربع دينار نعم والله ربع دينار تخرجه صادقاً لله عز وجل فيه صادقاً كما قال نسلم سبعة يظلهم الله في ظله ومن يظل يظلم من هؤلاء سبعة من؟ رجل تصدق بصداقة بيمين لا تعلم شماله ما أنفقت يمين سر انضباط إخلاص نعم النفسلم إذا أنفق نفسلم قال يأتي أحدكم يوم القيامة فيرى له جبالاً كجبال تهاماً جبال كثيرة وفي رواية أخرى إن أحدكم لينفقوا نفقة في سبيل الله فتقع بين يدي ربه فيربيها كما يربي أحدكم في الوحن يا سبحان الله ربما دينار تنفقه مخلصاً فيه الله أعزل يربي هذا الدينار يربيه أن يكثره فتأتي يوم القيامة فترى جبالك جبال اتهاماً من الحسنات يا ربي أنا ما فعلت هذا من أين جاء هذا من ذلك الدينار فأسأل الله عز وجل أن يمنعي نبلغ في وجوده طيب شيخنا في منتصف الشهر يعني هناك حديث تنتشر وهذا ينتشر حتى في بداية شهر رمضان ولكن لأن فيه في لفظه ما يدل على وسط رمضان الحديث المنسوب للنبياء السلام أن أوله ورحمه وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران أول نسأل عن مدى صحة هذا الحديث وأيضاً إن كان يعني غير ثابت المعنى الحديث هل هو ثابت في نصوص الله هذا الحديث بهذا اللب أوله ورحمه وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار هذا الحديث بهذا اللب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف وكثير من الخطباء صلحهم الله يذكرونه ولهذا كثير من الناس يحفظونه على أنه ثابت عنه وسلم وينسبونه للنبي عليه الصلاة والسلام لكنه ليس ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أعتقاء من النار وذلك كل ليلة هنا قال إيش العشر الأواخر لا اليوم الأول له عتقاء اليوم الثلاث له عتقاء اليوم الثالث له عتقاء في الشهر كله لكل يوم عتقاء من النار يا عبد الله ألا تعتق نفسك من النار بالله عليك أيعجز أحدنا أن يعتق نفسه من النار سؤال كل من يسأل نفسه أعجز أن أعتق نفسي من النار كيف أعجز والعتق هذا ما يحتج منك جهدا كثيرا أبدا والله ما يحتج منك جهدا كثيرا ما يحتج منك أنك تصير آلاف الأميال أو تصبح في المحيطات والبحار لا أبدا إنما تحافظ على الصلوات تجعل لك وردة لكتاب الله تقوم الليل صلاة الترويح مع الإمام تكثر من الاستغفار النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله في اليوم أكثر من مئة مرة النبي عليه الصلاة والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم أكثر من مئة مرة بالله عليكم كل مننا يسأل نفسه كم نستغفر الله عز وجل في اليوم بعضنا والله لا يستغفر حتى مرة واحد لماذا يا عبد الله لأننا للأسف الشديد وأقول وبكل أساء لأننا سعينا في تعمير الفانية سعينا في تعمير الفانية وخربنا الباقية وهذا الأسف الشديد من المفاهيم الخاطئة التي يقع فيها كثير من الناس لا يا أخي هما كفارسين يهان ليس معنى هذا عندما نقول أطيع الله عز وجل حافظ على الصلوات معناها أترك الدنيا كن زاهدا إلبس الملابس الخشنة ولا تأكل إلا خبزا وزيتا لا نحن لم نقول هذا بعض الناس يفهم هذا من كلبنا لا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصبك من الدنيا وأحسن كما أحصل الله إليه نعم يا أخي خدم الدنيا ما يكفي مؤونتك وحاجتك لكن لا تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك لا تجعل الدنيا هي الهدف الرئيسي في كل شيء لا اجعل الآخرة الهدف الدنيا مطية للآخرة الدنيا سلم الدنيا هذه ليست مذمومة في حد ذاتها لا الله ما ذم الدنيا في ذاتها لكن ذم الأفعال والأقوال والنيات التي تفعل في هذه الدنيا من التشبث بها والتعلق بها لهذا تجد في شهر رمضان بعض الناس يعجز أن ينفق 10 دينار أو 15 دينار لكن إيش يذهب يشتري ثوب لبنته 60 دينار 70 دينار 80 دينار يشتري لزوجة 100 دينار نسأل الله السلامة والعافية وصلى الله وسلم وبركة على النبينا محمد شكرا شكرا اشتركوا في القناة